حضرتك عم تقول الحديث النبوي منيح الحديث النبوي مفهوم السنة يعني هذا المفهوم لا يوجد كلمة سنة في القرآن أصلا للنبي لا يوجد كلمة سنة يعني فيه سنة الله ولا تجد سنة الله تبديلة فيه سنة الأولين أما ما فيه سنة للرسول أو سنة للنبي السنة هذا المصطلح وأنا برأيي سجلها علي السنة كارثة هذه الأمة السنة هو مصطلح جاد علينا به الشافعي وهو اللي قال أنه النبي صاحب الوحيين وحي القرآن ووحي الحديث أو السنة يقول زكريا أزون أن مكانة الحديث النبوي لتتعدى كونه من الأفكار البشرية ودليله العقري على ذلك أنه لا توجد كلمة سنة في القرآن سوى الحديث عن سنة الله أو سنة الأولين لكن سنة الرسول أو النبي غير موجودة يقول زكريا أزون السنة كارثة هذه الأمة لكننا لا ندري أي كارثة قد تصيب الأمة أكبر من أن تكون تلك أفهام بعض المنتسبين إليها فالرجل لا يعلم مدهية عقلية تقول إن غياب اللفظ لا يعني غياب المضمون فلو قلنا إننا نريد توزيع تسع برتقالات على ثلاثة أشخاص سنفهم أن العملية الرياضية المقصودة هي القسمة وحتى وإن لم نعبر عنها بلفظها وكذلك الأمر فعدم وجود كلمة سنة بمعنى السنة المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني أن القرآن لم يأمرن باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما ورد الأمر باتباع السنة بصيغ أخرى تحقق المعنى بكل سلاسة ووضوح وسوف نستدل على نقيض كلام زكريا أزون من القرآن فقط الذي يزعم أنه ينتسب إليه فالقرآن هو الذي أمر باتباع النبي والتمسك بهديه وسنته والعمل بشريعته فأخبرنا تعالى أنه يرسل الرسل ابتداء ليطاعوا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وأن طاعة الرسول هي طاعة لله من يطيع الرسول فقد أطاع الله وأن الهداية متعلقة بالكلية بهذه الطاعة وإن تطيعوه تهتدوا ومن ثم دخول الجنة أيضا مرتبط بها وجعل سنته مرجعا في حل النزاعات بين المؤمنين بعد كتاب الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وجعل عصيان أمر الرسول ونهيه كعصيان أمر الله ونهيه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينا وجعله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة نقتدي بها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وحذرنا من مخالفة أمره عليه الصلاة والسلام ورتب وقوع الفتنة والوعيد بالعذاب الأليم على من يفعل ذلك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وأخبرنا أنه يدعونا إلى ما يحيينا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وبأن سنته بيان لما أجمله القرآن فلازم اتباعها وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وأنه صلى الله عليه وسلم ليس مجرد تالي للكتاب بل يشمل تبليغه للوحي تزكية المؤمنين وتعليم الكتاب وتعليم الحكمة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكون تعلمون ومن ثم فقد وجب اتباع تعاليمه وسنته وهديه وقد جعل سبحانه اتباعه دليلا على حب الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم ثم رتب على طاعته بعد طاعة الله تعالى هذا الفوز العظيم وتلك الغاية الشريفة ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وبعد كل هذا تخيل أن مخلوقا عاقلا يمتلك نصيبا من البصر والسمع والقدرة على الكلام يخرج علينا ليخبرنا أن السنة كارثة على الأمة المسلمة لأنه لم يذكر في القرآن لفظ سنة النبي رغم أن القرآن مشحون بالآيات الدالة على أن النبي مرسل من ربه وأن طاعته فيما قال وأمر فرض على كل مسلم كما ذكرنا سلفا يذكرنا انحراف أزون هذا بالسطحيين الذين يريدون أن يفهموا الدين على هواهم كالذي يقول إن الحجاب ليس فرضا لأنه لم يذكر بهذا اللفظ في القرآن ولم توجد كلمة حجاب بمعنى لباس المرأة الشرعي في القرآن رغم أن الحجاب مذكور في القرآن بصيغة ضرب الخمر على الجيوب وبصيغة إدناء الجلابيب فهتان معا تحققان اللباس الذي نسميه اليوم الحجاب فإذا جاء أحد ليقول لا يوجد حجاب في الدين لأن كلمة حجاب بهذا المعنى لم تذكر في القرآن سيكون جاهلا شديد السطحية وهذا بالضبط ما يمثله انحراف أزون فسبحان من وزع العقول والأفهام